لما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. آآ زيكم عاملين ايه? ان شاء الله النهاردة هنعمل آآ وصفة حلوة قوي 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 للشعر والبشرة جميلة وتحفة قوي وفيها حاجات جديدة وحاجات للشعر اللي بيقع وحاجات للبشرة البهتانة الوصفة دي بتنفع للتنين للبشرة والشعر. انا دلوقتي النهاردة هعمل الاول للشعر وبعد كده هعمل البشرة ان شاء الله. آآ ده كمترية انا مقطعها كمترية دي. بصوا. كمترية طبعا انا غسليها وكل حاجة لكن آآ سايبها في التلاجة بقى لها فترة. عشان انا عايزها تبقى بالمنظر دوت اللي هي اللي منقول عليها ايه مع الطبق. آآ حنحط في كده. عشان دي لازم تبقى مطحونة بالحاجة اللي فيها ديت المعطب. دي حلوة قوي للبشرة والناس اللي جلدها تعبين شوية. الناس اللي هي آآ مطرح المصيف آآ قعدوا في الشمس كتير اتحرقوا شوية. كل الحاجات ديت هتبقى حلوة قوي ليهم في آآ للبشرة يعني عمونا. طبعا ازي انا بعملها على في الميكسر. هنزود يا جماعة آآ زباجي. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تقعد طبعا الوصفة دي ممكن تقعد في التلاجة. هتبقى بردك حلوة. هنحط نشا. واحد بسم الله رحمن الرحيم. اتنين. هتحطوا المقادير شوية هتحطوا كتير حسب الشعر بتاعكم دي. بس انها رحمن الرحيم بيض بيضة. اهيت. هنحط. آآ عسل نحل بقى حسب آآ ما انتوا عايزين انا بحط حوالي معلقتين. كبار. عسل نحل مفيد قوي للبشرة ومفيد للشعر. آآ جميل للشعر التالف للشعر اللي بيوقع. آآ بنزود بقى ايه هنا? المهم دي المية دافية. مية دافية. بس انها رحنا. من نضرب عادي بقى. اي مكسر كده عندكم. خلط اي حاجة. اي مكسر كده خلص. اي مكسر كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس همالي كمية دقيقة. دي كومترية واحدة. كومترية اللي هي مقاربة للبويز. هنحط بقية النشا. شوية النشا. الزبادي انا كده حلو قوي مش عايزة تاني. كل ده لازم بقى ايه? هو بيبقى امي للسيل يعني مش بس مش قوي. كل ده هحطه تاني في المكسر بس ايه? ادويبه. زي انا عايزة وليكن للسيل عميزة. يعني اكتر حاجة هي اللي حت اه هتدويبه المكسر مش اليد. في الوقت ده جماعة بحط بقى ايه? ايه? ايدي سفار البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. بحط بقية الزبادي. يبقى انا كل اللي حطيته. بداية بس انا امتها تنين وبعد بحط النص الاوليني مع الخلطة وفي النص في الاخر. الوقت ادوات بعد ما طربتهم هحط شوية رده. انا معندوش رد يحط دقيقة عايزة بس هو بالرده احلى. اه بتبقى حلوة انا مجربوها في الوصفة بالنحيتين. بس الرده بتعمل هقول لكم بتعمل ايه? في الشعر جميلة جميلة. هترب بعد هترب قوام بتاعها. بيبقى عملي ازاي. بس لنا الرحمن الرحيم. بس انا بسور بايد عملي ازاي كده شوية. اه. بسو. ده. قوام اللي انا عايزة ممكن تتخنوا شوية لو انتم بس او الكوام بتحابها بيبقى سيل شوية. اهو. بيتحط على الشعر طبعا جماعة وبيتحط على البشرة. آآ البشرة الدهنية والبشرة الجفة. والبشرة المختلطة. حلوة جدا جدا جدا. التركيبة دي بتنفع للشعر وبتنفع للبشرة. كلها حاجات مفيدة. كلها مفاشوا حاجة كده. دي اساسا كومترية واحدة. كومترة بستنى عليها لما تبقى مع الطبق. آآ يعني قبل ما تبوز شوية بتترك كده وبتبقى حلوة. آآ زيت بقى اول اللي عنده اول اللي هو مفرز آآ كومترة آآ او سايمة في التلاجة الشوية هي دي اللي احنا عايزينها واحدة. بنحطها في المكسر في الخلاط. بنحط معيها آآ نشا. بنحط معها عسل لنحلة. بنحط معها بيدة. بس نص الابيض الاول وبعدين نص الاصفر في الاخر. آآ على اساس الابيض هنشوف آآ الابيض بيعمل كده تمازج ما بين بين الخلطة ما بين آآ اللي هو الخلطة اللي احنا بنعملها يعني بتخنها شوية. فبنستنى شوية الخيط لما بنعمل بعد كده بنطريها شوية بال بالبيضاية اللي هي النص البيضاية للصفرة. اللي هو الاصفر يعني. آآ بنحط طبعا شوية آآ عسل نحل حسب ما انتم عايزين. انا حطى عسل نحل امتنين دا اللي عندي. آآ حطى الرضة. الرضة حلوة قوي للبشرة. البر رضة حلوة قوي للآآ بتجري دورة دموية. ازا كانت في القرية الشعر في آآ بتغزي الشعر بتغزي البشرة. الزباجي بتطري الشعر بتطري البشرة اللي البشرته تعبت والبشرته بترتبها بمعنى اصح. مش بتعمل حاجة داي بترتب البشرة على اساسا حتى البشرة الدهنية هي محتاجة آآ ترتيب. ففي النهاية ده اللي بيبقى اللي احنا عايزينه. التركيبة دي بتنفع للاتنين للشعر. بتنفع للبشرة. البشرة العادية. البشرة الدهنية. البشرة الكافة. آآ المختلطة. اي كل انواع البشرة عموما. آآ ما حطنوش حاجة مش كويسة. حطينا حاجات من البيت. آآ اللي ما عندوش زبادي عادي. انا حطيت المراعي. لان هي اللي عندي المراعي. بممكن تحطه طبعا زبادي آآ اللي هو الزبادي العادية يعني بتاعتنا ديت. اللي هي بتاعت اللبان. بتعمليها والاكزاكات بشرة الدهنية بتشيلي آآ بتشيلي وش الزبادي. وتعمليها عادي. انا جايبة زبادي اللي هي العادي دي ما فيهاش وش ولا فيها حاجة. بتبقى خفيفة شوية. كده خفيفة عن الزبادي. اللي هي فيها وش الزبادي ده القشطة والحاجة. آآ ما فيهاش حاجة للخلطة حلوة جدا فيها نشا. فيها دي ايه اللي وانتو مش عايزين تردع. ممكن تحطوا دي اللي هو الاسمر. ما دي الابيض حلوة قوي بردك اللي كلها. الواعد دي ايه يا جماعة بحلوة قوي 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 للشعر وحلو للبشرة. بتجرد دورة دموية بتبايد البشرة لو انتو عتحطوها. الشعر طبعا بيبقى عايدي. آآ ما فيهاش حاجة زي ما انتو عايزين حطو دوت فيه ممكن تحطو على دوت. حطو شوكولاتة حطو نسكة فيه. آآ للناس اللي هي حبت آآ شعرها بيقع قوي وشوفيه فراغات. حطو دايما تحطو البن. البن حلو قوي كافيين وحلو للشعر. آآ بيخلي الشعر كده حاجة تانية. آآ بي مرة على مرة بيملق الفراغات الشعر. آآ معلش انا بتطول عليكم في الشرح لاني لازم الحاجة بالذات الوصفات والحاجات ديت لازم تتبقى ايه. يعني لو فيه معلومة بتاع الواحد بردك يقولها على اساس ان احنا آآ بنعمل اللي فيه ناس بتخاف من مع عارفش من الردة. بيه ناس بتخاف من من الردة ومن دقيقة. بيه ناس بتخاف من النشا. بيه ناس بتخاف مع عارفش ايه. RXungen. كمترية حلوة جدا 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 مفيدة جدا للشعر ومفيدة للو هنعمل بيها تركبات حلوة قوي لل البشرة الواحديها. وكل انواع الفكة عموما هي مفيدة للشعر للبشرة والحاجات دي كلها. والخضر. الخضر اللي الناس مش بتاكلوا في حاجات كده. هعمل بي وصفات جنين حلوة قوي للشعر وللبشرة كمان. واحدة واحدة كده. هنعمل ان شاء الله وصفات. والوصفات دي متجربة. مش انا مش بجرب في حد. الوصفات دي انا مجرباها علي انا اساسا. وادي جماعة اهي انا حطيت اه ارفة واسمتها اتنين اني طبعا هي كتير. دي عشان اللي انا عملتها الاولينية دي هسيبها احط استعملها للبشرة. ودي هستعملها للشعر انا حاب ان انا احط شوية ارفة زي ازود مادة الكفايين عشان تجري الدورة الدموية في الشعر وتطويله وتجمده كده وتقلو. اهوات. مصفها مزيه. جيب اقوام كريمي. مصفها ازي كم طحفة اساسا. واي جيب التاني دي انا هحطها للبشرة اصمتها اتنين هحط في الشعر هحط ازود المادة اه في الكفايين اللي هو من طبعا في الارفة وموجود في في الكاكاوة وموجود في البنة حسب اللي عندكم عملوه وحطوه. هتحطوا التلاتة ما فيش مشكلة عادي يعني كل الحاجات دي حلوة للشعر عموما اه انا هحط دي للشعر وهحط دي للبشرة وانا جربت لكم البشرة بتاعت الايد حلوة قوي وانا شطفت ايدي ومعدتش دقيقة واحدة بس انا كنت عشان اصورها. اه ديت اللي هو اه دوت اللي انا هحطفش على دلوقت شه ومعبادين اشخ سيله. جماعة انا حطيت اه في ايدي. حلوة قوي اهو. شوف بقول لكم انا مسكة بس الموبايل بايد لكن انا اهو. اه التركيبة دي بتعمل ايه كمان? بتخلي الناحية اللي هي فيه ناس طبعا بتحسوا ان هي ايديها او بيحسوا ان هم اديهم كده العروق باينة والحاجة باينة مش عارفة بتوبا ايه والناس وناشفين كده بتبقى الايد ناشفة كده. اه ما تقوليش اللي هو ايه من الماشي انا بعمل كل حاجة بس الايد مش بتبقى ناشفة على فكرة. اه بعمل الحاجات ديت اه بتطري البشرة بتطري الايد بتخلي العروق بتدخل جوه ما بتخليش العروق اللي هي تبقى في الايدين كده معلش يعني بتبقى بينة فيها عروق جمدة وتحس ان هي الايدين زي اللي تكون الناس كده ايدين كرمشة ما عرفش ليه. اه الحاجات دي عموما بتطر اليد وما فاش كرمشة ولا فيها اي حاجة. وادي اهو بتسني لما تنشف هتلاقيها عملية وتفركيها وتشتفيها بس. هيبقى اليد بعد كده مرة على مرة هتشوفيه اليد ما فاش حاجة. ان شاء الله الوصفة الجاية هتبقى للدوافر. اه الله هتعجبكم جدا. اه اه ولزا عجبكم الفيديو يا جماعة وزا عجبكم الوصف. ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك في القناة. ما تنسوش الايك. ما تنسوش تعليق حلو كده يحفزنا. ما تنسوش اه لو فيه اه لو حلوة العجبينها مشاركة كده للاصحاب للجران اه وتبقى في ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتقابل في فيديو جديد وعبل ما نعمل فيديو جديد ان شاء الله اعتوحشونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.